بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنعمل المحشي النهاردة بتركات وكلها من الألف للياء عندي رباكوب من الزيت نزلت علي ببصلتين كبار مفرومين ومعهم قرنفلفل أحمر كده سبايسي علشان يدي للمحشي بتاعنا نكا حلوة كده حمرنا البصلة كده تشويحة كده خفيفة ونزلنا عليها بطماطم المعصورة مش لازم نصفيها خالص وكمان سبناها تتسبك بقى وروحنا نسلق الكورومب بتاعنا حل فيها مية تغلي ننزل فيها بمعلقة من الملح ونجيب قلب الكورومب بتاعتنا كده ننزل بيها كلها مرة واحدة ونبتدي بقى الورقة اللي تتسلق نسحبها كده ورقة ورقة كده بالترتيب لحد ما نخلص قلب الكورومب ونبتدي بقى لو في ورق خارجي تاني نكمل سلق بنفس الطريقة نبتدي على طول الورق نحاول ما نخلهوش يتيري علشان ما تبهدلش أثناء وانتي بتلف المحشي وما يهضرش معاكي في كمية الورق اللي عندك سعلاقنا كده لحد ما وصلنا للآخر زي ما احنا شايفين انا بجيب ورقتين من الورق الأخضر بركنهم على جنب كده بسلقهم لان دول بستخدمهم في الآخر وهقول لكم بنعمل بيهم ايه وهابتدي بقى الورق اللي هيتحشي ابتدي اقطعوه اعملو رول كده قدامي زي ما احنا شايفين بلف الورق حواليه نفسها وابتدي احطها قدامي على صنية او على قطعها كده وابتدي قطعها مقاسات متساوية لصباع المحشي اللي انا عايزاه واي زيادات بشيلها من الاطراف طبعا من ناحية العروق بشيل العرق لانه ما بيتلفش والاطراف الاخر بشيلها تطلع معايا الورق ما شاء الله رول طويل كده ببتدي اسيبه زي ما هو وبحشي منه واخد على قد صباع المحشي والباقي بقطع من عنده زي ما احنا شايفين كده بعمل ورقة الوقر والفها حوالين نفسها بالشكل ده وحطها قدامي وبعمل ورقتين او تلاتة مع بعض عشان اختصر في الوقت وقطع مع بعض كده الورقتين وكده نبقى حضرنا الكرومب سلق وتقطيع بمنتهى السرعة والسهولة للمحشي وكمان الطماطم عندنا بتتسبك ويبقى بنعمل حاجتين في نفس الوقت خلصي تقطيع وسلق الكرومب وتقطيعه زي ما احنا شايفين كده ودي خطوة من خطوات المحشي هنركنه على جنب وكمان غسلت الرز بتاعي وقطعت الخضرة الطماطم بتاعتي كانت تسبكت زي ما احنا شايفين هنزل بيها كده على الرز وهجيب الخضرة بتاعتي اللي انا قطعتها كمية كده حلوة من الكزبرة والشبت وانزل بالملح بقى والتوابل بتاعتي معلقة ملح كبيرة نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة من الكمون وكمان الكزبرة البودر دي التوابل اللي انا بحطها على المحشي ما بحبش احط اي توابل تانية علشان ما تغيرش معي طعم المحشي وقلبه بقى كده كويس جدا لحد ما الخلطة كلها تمتزك كده وتتجانس مع بعضها وبعد كده بضيف حاجة بتخلي المحشي يفضل معي مفلفل لاخر حبة رز بضيف معلقتين كده من الزيت على البارد على الخلطة بتعتي علشان الرز يفضل مفلفل وما يعجنش جوه صباعي المحشي خلصنا بقى الخلطة وحضرناها زي ما احنا شايفين كده نبقى خلاصي بقى المحشي انا بالنسبة لي كده المحشي خلص انما اللف بقى المحشي سهل جدا في عشر دقايق طالما كل حاجة خلصت قدامي كده بلفه زي ما احنا شايفين تبارك الرحمن خلصت المحشي بتاعي وهجيب الورقتين بقى الاخضر اللي انا كنت سلقتهم وشلتهم على جنب واقولتلكو هعمل بيهم ايه بحطهم فوق وش حالة المحشي كده علشان المحشي بتاعي يفضل اه مرسوس في مكان وكده وما يعومش اثناء التسوية وفي نفس الوقت ما يخرجش الرز منه ويفضل كده شكله كويس جدا اه حطيت الورقتين دول وطبعا حطيت في طبق اه فوقيهم يتحمل الحرارة ويعقدت للمحشي وسويت اللهم مبارك واللقطة الحلوة بقى اللي انا شخصيا بحبها وهي لحظة الغار في كده اللهم مبارك اه المحشي من الاكلات اللي لازم تتغير في كده على سيرفيس ما انفعش تتغير في اطباق بتبقى لها شكل كده ونكهة حلوة وبتلمي حواليها العيلة بقى في الشتاء كده مع السيرفيس الدفا الجميل ده في ايام البرد ويتجمعيهم كده ودايما يا رب متجمعين في الخير والصحة والعافية وتعمل لهم بقى المحشي الخطير الجميل ده اللهم مبارك ريحته في منتهى الجمال وطعمته بقى مش قادرة وصفها لكم عملنا المحشي النهاردة بسرعة وسهولة ومأخدش وقت خالص ومن احلى الايام اللي تعملي فيها المحشي يوم الجمعة لما قلتك كلها تبقى اجازة ومتجمعين اولادك من مدرسهم وزوجك بتعمل لهم حلة الدفا الحلوة اللهم مبارك زي ما احنا شايفين قدامنا كده المحشي شايفين احمر ومتماسك وصوابع وصوايارة كده ملفوفة لفة هندسة اللهم مبارك زي ما احنا شايفين وبالفة هانا وصحة للأكل والفة هانا وصحة للي شايف ويا رب كده نتقابل دايما في كل جديد ولو عجبكم النهاردة المحشي بتركاته حركاته حركاته ما تنسوش تعملوا لايك وكمنت وشير